اليوم إن شاء الله بإذن الله بيش نعملكم غاتو قمقوم الغاتو متاعي بيش نعمله على خاطر غضوة ثم البرتاد نويل كل الافاسات اللي يعملوها في الخدم وكل واحد يجيب معا حاجة وكل دونك راشلي بيش نعمله غاتو بالدات والنوع الي اكسلن وتعرفوني اينا تنجمت ولا يتعايتولي سونيا كراميل على خاطر هذي يفوقوا ان كراميل ماما ميا دونك بيش نعريكم للمزور هو السيهل الغاتو اما يفو يپنسي اما بنيل 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 ومشاخشاخ كيمة تحبوه انتوما يالا هنكمنس السيهل بارشا نختو قصع المولا انتخ ميم كعنا نحنا 22 سنتيمتر انا حتيت فيه پاپير ذكا دو كيسان زبدا اوفرنا سور لپورتور كيس الاحكار كيس مي عرفتوه الكيس نرمال كيس بتي بر بسكوي بتي بر كنت حبو انتوما في طول استعملوا بسكوي سايدا كيس بتي بر كيس سكر كيس نواء مرحيّة نواء دو جرنوبل كيس تمر مقصوص صغير ردو بالكم من غير قرو كيس تمر مغرفتين فرينة مغرفتين فرينة خمسة عظمات باكو سكر فاني باكو خميرة ومائتين جرام زبدة مذوبة هذو ملكول هم بش نخلطوهم ببعضهم في القصعة اوكي تخلط كل شاي مع بعضه او بش نخلط كل شاي انا كل شاي كل شاي مع بعضه ونوري تخلط كل شاي تخلط كل شاي مع بعضه باكو خلط كل شاي تخلط كل شاي تخلط كل شاي ونحشي في الفور هذو ملكول كرامل 150 جرام سكر هذي نخليه حتك شليني ولي كرامالي نضعه حليب ناسلا محاذيات 100 جرام زبدة من 3 غ because كيف نزيده من بعض افرية مزور نضيف السكر بذيب الكرامل نضيف الحليب نسلي والزبدة نضيف الزبدة نضيف الزبدة نضيف الحليب نضيف الزبدة نضيف الزبدة نضيف الكرامل نضيف الزبدة نضيف الزبدة نضيف الزبدة نضيف الزبدة لكذا سوف تدري حزنه ما يحضر نضيف الوصف نضيف الزبدة اضع الكرامل بالجدد ايه فوالا الريزولتات مزاموغ نودكم ولا نشاهيكم ما نحكي لكم شي غمو يغطس في الكرامل كل طرف تزوه يبدأ غاطس في الكرامل